السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا بعدي كده على الاخبار استوقفتني بعض الاخبار منها الاخبار المفرحة ومنها الاخبار المحزنة الاخبار دي كلها في الاخر بتصب في الاسلام سواء مفرحة او سواء محزنة الخبر الاول جار بيصور مدرس وهو بيقبل بنت عنده حوالي خمس سنين او ست سنين تخيلوا الجار كده مفيش مبين ومبين الجار اللي قدامه حوالي عشرة متر وبيصوروا والراجل اللي هو المدرس ده تقريبا كده من شكله حوالي خمسة وستين سنة او سبعين سنة بيقبل بنت صغيرة بيحط ايده على بعض الاجزاء منها الناس تقول ايه ده اللي بيعملوا ده ايه الراجل اللي عاملوا المدرس ده بنت صغيرة مش عارف ايه الكلام ده كله طب اماها سابتها معاها ازاي طب فين ابوها طب درج الكبير ايه اللي خليك كله نسابه للكلام ده وما انتبهش للراجل اللي فضحهم الراجل اللي صورهم كنتم خير امت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف وتنهونا عن المنكر ودي مشكلة عندنا للأسف الشديد دلوقتي التصوير كل واحد عايز يصور اي حاجة وينشرها على السوشيال ميديا واحد بيشوف قدامه عربية بتحترق وفيها ناس عايز يصور لكن مش مشكلة ينقذ الناس مش مشكلة يطف العربية واحدة الخادمة بتاعتها بترمي نفسها ومتعلقة في الشباك ودي قاعدة تصور فيها عشان تاخد الفيديو وتنشره على السوشيال ميديا واخد بقى حوادث كتير جدا بنفس الطريقة فتخيلوا الجار ده مفيش يمكن خمسة متر ما بين العمرتين في وش بعض الشباك في وش الشباك كده وده ماسك الموبايل بتاعه بيصور الحدث ياخد انت لو انت اتكلمت انت بتعمل ايه ايه اللي انت بتعمله ده لو عملت كده هو عيسمعك عيسيب البنت لكن ازاي ده لو اختصب البنت قدامه برضه حيفضل يصور فانا والله لو انا قاضي كنت اخدت اللي صور الفيديو ده حطته في السجن لانه المفروض كان يجري يلبس ويجري كده يروح لابو البنت او ام البنت او يخبط او يزعى ايه اللي انت بتعمله ده مش يصور وبعدين ايه ده ياخد كمان الفيديو ينزله عالسوشيال ميديا يا جماعة خلي بالكو من عيالكو خلي بالكو من عيالكو بعد ما صورتوا كلام تزي اللي صور لك حادثة كده واحد باختصب واحدة وبيقولك عشان بصوا احنا قلنا يا جماعة ايه يا جماعة في ايه ايه يا جماعة في ايه ما وصلتش للدرجات دي ان الواحد يسيب كده واحنا قلنا يا جماعة الخلوة والاختلاق ماينفعش ده الراجل عنده سمعين سنة ودي عنده ستين سنة برضه ماينفعش احنا شايفين الزمن عامل ازاي الله المستعان فده لا ده بيصور خمسة متر بقولك خمسة متر كده خمسة متر ما بينه ما بين بعض والفيديو منتشر انا مش هحطه خمسة متر يعني لو كان اتكلم كده كان ده سعبها لا ده سايبه كده براحته واماخد الفيديو ومنزله يعني فضحهم كمان يعني فضح البيت خالي والبنت ديت لما تتكبر كده وتلاقي لها فيديو على السوشيال ميديا والفيديوهات دي بتتحفظ بتفضل سنين وسنين ده كان الاولى بيه ان هو ينزل جري او يزعع او مش عارب ايه او ياخد حتى الفيديو ده وهو حتى يصوره خلاصه انتهى منه ياخده يديه للامة وابا خلي بالك الرجل ده بيعمل كده وده الدليل لكن لا اللهم استعانوا والام تسيب الاطفال كده مع الرجال وتسيب كده يا جماعة ما ننفعش الاجيال بتختلف النفوز بتختلف فده ما ينفعش الله المستعان الخبر التاني بيقول ايه نساء قندهار في الجيم نساء قندهار في الجيم صور تزعج رجال اخطر مدينة في العالم اللي هي قندهار اللي في افغانستان الناس دي فهم غلط يعني حطين كام صورة كده لشوية منتقبات بيلعبوا جيم وما فيش جنبهم رجالة طب احنا ايه المشكلة انتو المشكلة ان هم فاهمين الناس المتدينة غلط فاهمين ان احنا بننهى عن كل شيء لمجرد ان احنا مش عايزين الموضوع ده لا والله احنا فقط بنخاف على المرأة فلو المرأة ديت وغيرها 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 واخدت صديقاتها وراحوا جمه جمه ده مختص بالنساء بس احنا مش عنا نتكلم لكن ما تطلعوش الصور بتاعتها بره على السوشيال ميديا ما يبقاش المكان ده فيه كاميرات واحد ياخد الكاميرات ديت لان هي تبقى قاعدة براحتها بتلعب براحتها فياخد الفيديوهات ديت وينشرها على السوشيال ميديا ويكونوا الاخوات منتقبات ومش عارب ايه وكلام ده وحتى لو مش منتقبات حتى لو محجبات بس هم قاعدين براحتهم في الجيم فلو الجيم ده مختص بالنساء بس ما فيش اي مشكلة منه حتى لو حمام سباحة كمان وهم بيتعلموا فيه السباحة ما فيش اي مشكلة يعني احنا ما عندناش كاسلاميين بصفة عامة ما عندناش مشكلة الناس دي هي اللي يعني عايزة تصور للناس ان احنا بنعمل مشاكل بدون مشاكل وبعدين يعني ايه اخطر ناس في العالم يعني سبحان الله يعني هي اصلا ما فياش مشكلة شوات منتقبات بيلعبوا في الجيم ايه المشكلة في كده فهي المشكلة في اللي اخد الصور دي هيتنزلها على الانترنت طالما الموضوع ما فيهوش اختلاط فهم فيش مشكلة تخيلوا انتوا اللي اختلاط ده اللي هم عايزيني يعني اتنين في جيم واحد وواحدة مجموعة رجال بقى وعضلات ومش عارف ايه كل واحد ما باين جسمه مع نساء لابسة ستريتشات ومش عارف ايه اكيد هتحصل مشاكل اكيد يعني البلاد اللي هي فيها الحاجات دي والاختلاط والكلام ده ففيها مشاكل وفيها اختصاب وفيها تحرشات وكتير جدا مع ان الامور كلها مباحة عندهم ومع ذلك فيها فاحنا ما عندناش اي مشكلة في الرياضة في الرياضة دي سواء في الجيم سواء في السباح الحاجات دي كلها ولكن تبقى المرأة نحافظ عليها يعني مفيش كاميرات مفيش الكلام ده تقول له ده المحافظ علي المرأة احنا بنحافظ علي المرأة مش بنمنع المرأة لمجرد المنع الله مستعلم الخبر برضو للأسف محزن اللي هو اسمه ضياء سبع لاعب اسرائيلي لاعب اسرائيلي راح يلعب في الامارات خلاص يعني داقت الدنيا وما لقوه شلا ده ويلعبوه عشان اخوانا في الملعب لما يحط دايجون هيقولوا ايه وانت بتشجعوا كده يعني عايزك تفتكر محمد الدرة عايزك تفتكر الاخصى عايزك تفتكر اخوانا في غزة عايزك تفتكر اخوانا في فلسطين عايزك تفتكر ان الفلسطين محتلة من اليهود نصاينة عايزك تفتكر دا كده وانت بتشجع سبحان الله داقت الدنيا انا مش بتكلم على احتراف فعندنا احنا محمد صلاح محترف بره بنجيب اجانب من هنا من افريقيا من بره هم بياخدوا من عندنا ما بتكلمش احتراف وعمر بتكلمت على الكلام ده لكن انا بتكلم ليه لاعب صيوني ليه ما وقفتش على الموضوع ده عشان يطلع الجمهور المسلم يشجعه وجايبينه من الارض المحتلة تحطوه في الامارات في فريق عشان احنا نطلع كمسلمين نشجعه ايه دا الله المستحان والله بصراحة امور غريبة جدا 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 بتحصلوا الله المستحان خبر عد عليك انا مش عارف قديم ولا جديد هو مش خبر هو فيديو ثلاث بنات موجودين في عربية ويقال ان هم سعوديات وكل واحدة بتقول بتحب الرجل اللي لونه ايه وطبعا يغذروا وضحوا كلام ده كله ايه يا جماعة في ايه يعني احنا كنا بنضرب المثل بالسعودية ونساء السعودية والنقاب والجلباب والجزاب والكلام ده هقول لي عمي شيخ ما انت اصلا انت بالشايف الظاهر اللي كانوا بيعملوا المعصية اذا خافيت لا تضر الى صاحبها ما بتضرش الى صاحبها لو منطقبة رحة بيت تزني جواه مش هتضر الناس اللي في الشارع يعني انا عايز اسأل سؤال الدلال واحدة منطقبة رحة تزني واحدة لابسة ميني جيب رحة برضو تزني عخاب مين اكبر عخاب اللي لابسة ميني جيب ليه لان اللي ميني جيب من ساعة كما طلعت من بيتها لحد مراحت البيت اللي هي هتزني فيه شوف كام واحد شافها نظر ليها والكلام ده كله كام واحد اخذ منها زنوب على نفسها دا طب والمنطقبة هي الفرض اللي هي زنت معاه هي وهو طب يا عمي الشيخ دي شوية الدين ايوة اي انا عارف انها شوية الدين بس ما بينها وما بين نفسها ما بينها وما بين ربها ما خليتش الناس اللي في الشارع دي ترتكب زنوب فكل ان ثلاثة دولا يطلعوا اللي تقولك انا حب اصمر وحب اخضر ومش عارف ايه ايه وكركر ايه يا جماعة في ايه ايه الامور بتواصل ليه كده انا عارف ان دولا لا يمثلون السعودية ولا نساء السعودية ويمكن كمان يكونوا مجنسين فالله المستعان ولكن الحاجات دي المفروض ما تطلعش من داخل السعودية ولو واحدة طلعت من داخل السعودية اي حجم ديه لان احنا وغدين على السعودية يعني احنا كنا والله بندرب بها فعلا المثل فالمفروض ان الحاجات دي ما تطلعش بلاد الحرامين والله المستعاني الخبر بقى المفرح وده من عندي هنا من حافزة اسكندرية سوري فاتح مطعم ففيه سوري تاني في نفس الشارع هيفتح مطعم فيوم من الافتتاح السوري القديم ده قفل المحل بتاعه عشان الزباين تروح للسوري الجديد اللي هو هيفتح جديد ده وسبحان الله كتب يغفظ كده على قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما اوصى بالجار يعني شوفوا حاجات كده جميلة كده حاجات انسانية جميلة يعني بصراحة بتفرح تحس ان لسه الامة وما زالت وستزال الامة فيها خير الى يوم القيامة والله منظر مفرح جدا 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 وانا بصراحة يعني مبسوط جدا من الموقف دوت فانا قلت اختم بايه ونسأل الله عز وجل الهداية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله